بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وشاركوا بخياتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وإن شاء الله يلقاكم الفيديو التاعي كامل بخير أول ما نبدأ بها الفيديو التاعنا هذه الصلاة والسلام على رسول الله ونرحب كل مشتركة جديدة مرحبا بكم خياتي اليوم عنا مسكو تشوخ في فضريف سهل مقادر بسيطة عنا لزست عنا ثلاث حبات بيض نبدأ بالوصفة عنا ثلاث أثث حبات بيض وكسكر ونضربهم بالباتور وقال لذلك حبات بيض هذه حبات بيض تعرب شوف الشكل تحكي جديد بيضة متشكيمة هذوك أي ندير السكر ونبقى ونطلعوه فيه بالباتور حتى يتبدل الكولير تاعوه يرجع أبيض قا يضربه فيه يمشي لازم الباتور بكريما كان عندنا الباتور بلأول وكنا غبيدين ونضربه ونبقى هنا نديرو نسكة الزيت ذلك الزيت تديري على دفوعات ما تديريش فيه ثربة واحدة وتبقى يتخلطي باش قا ينتزج الخالطة التاعنا كما كيتشوفي الخالطة التاعنا ربيض كيتشوفي فيه بعد نديرو نسكة حليب هذا مسكوتشا جي خفيفة بيديكور باسيط تزيد ذلك الحليب تبقى يتحركي متى توقفيش على التخلط هنا يعننا لفاني لفاني ديرو شيب زيادة باش تجري حشابة مع هذا كالوزست هنا يدرنن كيس ونص تاع خميرة كيميائية وعننا نص كاس ميزينة كامل تغرب لهم بها تجيك المسكوتشا تاعك خفيفة هنا كاس اللي اول تاع الفارينة لو كنتشوفي الكميات الفارينة اللي ادتها النشعل دينا كاس اللي اول وكاس الزوج ما كمناهش قاع قرصة الملح دايما ما تنسيهاش هنا في المرحلة تاع الفارينة ما تستعمليش الباتل لقد كنت استعمليها كشغل المسكوتشا تاعك تدرك هنا يستعملي غير فوي عبر ما تتخلط لك الفارينة دينا كاس وكاس الزوج ما كمناهش كامل هكي تشوفي فيه مدتش الكميات هنا زلت مغرف من فوق هذا كالنص ودرنا فيها هذه الفارميسا الشوكولات على جلبها تجي شبه من الدخل هنا شوفيش عزت ما كملش الفارينة كاملة مدتش كسان وهنا مغرفة الخل دايما ما تنسيهاش دايما في المسكوتشا تديرها ما تنسيهش مغرفة الخليل تبيض لك الخالطة وتجي هشة هنا ينديروا هذيك الفارميسا الشوكولات تجيك في التقطيع تجيك شبه دهن المول تاعنا تديره لو زيت متحته وتديري كما تبغيش تديري فارينة دايما 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 تنسيكش المسكوتشا تاعك تمشيها كامل على المول هنا يفرغي الخالطة تاعك وتكون يسخنتي الفرن على درجة حرارة تكون قليلا ما تكونش قاوية بزاف وكي تدير المسكوتشو التاعك ما تركبش عليه هنهائيا يديرك بلك واحد قريب من الساعة بس احنا نقصي له هنا يخطي بها تخرجي الهواء من المسكوتشا وديريها في الفورت تاعك هنا يعملنا كريمة نديروها فوق المسكوتشو ديري هنا صفار بيضة انتي تقولي كين دير صفار بيضة تجي فيها الرحة ما فيش الرحة تجي فيها الصفار بيضة وديري نسكة تجي فيها تقريبا زوج ليم الليم هو اللي ديري حتى البيض هذه كي شغلين خام خفيفة بالخاف توجدها في دقيقة هنا عنا الليكس خطاع الليم على جل لا كولغ ديري هنا الصفار تبقى تضيف فيه بشوية حتى الخالطة متجانس كي شغل طالية كي شغل طالية تعلقاته تبقى هكا تخلطي فيه حتى يثقال الخالط كما تقع الكمية السكر تاعنا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه تخلطيهم لي حتى اللي متجانس وبعد كي تقلعي كلكات تاعك تديري فوقها نجي الشكل بتحش باب ومجيش فرحة البيض كامل لخطشتنا الليم هنا بعد ما طابت المسكوشة تاعنا نديرو طرشونة من تحت في الطبسي تالي اللي نقلعو فيه ونقل بوشتي ما رسقتش كامل جات حمرة شابة ديري طرشونة لازم تقلعيها من المول باش ما تعرقلكش وخلوها تبرد لازم تبرد بعد ديري له هذه الطالية اللي نقلك عليها تمشيها كامل على المسكوشة تاعك وهنا يا خلينا شوية من هذك الكريمة ديرنا لها كاكاو باش كدي الديكوري هذك الطالية اللي درناها هنا يا كاكاو درت كاكاو بني هو من الاحسن هنا في دي المرحلة تديري كاكاو وااسود وهنا APIsو ديرنا هاكا بالاة بعزك المولة السيليكون تمشي فيها هاكا و Jude core base هذه المسكوشة تديري كاكا القهوة العشية او تديري كاكاك تكوني خارجة او тонk شابة نشوف بالخفي دقيقة جد ديكور هايل هي ذي كيكا يقولوا لها كيكة السعادة منش عارفها لا تلقوا عليها هذا الاسم المهم هذه هي الكيكة بعد ما كمناها اني نقسم فيها جات شابة ان شاء الله خياتي تعجبكم وتجربوها ما تساونيش باللايك ودولي لي جاء بخياتي هنا شوفوا كيفش جاد ديرا جاد شابة ومع السلامة وطالوا في روحكم